تبنى في عقولنا حواجز وهمية في حين أنها ربما لم تعد موجودة بعد الآن لا تتوقف عن المحاولة أبدا فالنجاح قد يكون على بعد خطة واحدة منك فقط السلام عليكم في تجربة قام بها أحد علماء الأحياء البحرية تم وضع سمكة قرش كبيرة في حوض مائي وأضيف بعد ذلك مجموعة من الأسماك الصغيرة كطعم للقرش وكما كان متوقعا فقد هجم القرش على الأسماك الصغيرة والتهمها جميعا بعد ذلك وضع العالم حاجز زجاجي قسم به الحوض إلى قسمين متساويين فجعل الأسماك الصغيرة في أحد الجنبين وسمكة القرش في الجنب الآخر هجم القرش في الحال لكنه في هذه المرة استضم بالحاجز الزجاجي لكنه استمر في المحاولة دون كلل ولا ملل في حين كانت الأسماك الصغيرة تسبح بهدوء وأمان وبعد مرور مدة من الوقت استسلم القرش أخيرا وتوقف عن المحاولة تم تكرار التجربة مرات عديدة خلال الأيام التالية وكانت عدوانية القرش تقل في كل مرة حتى استسلم تماما وتوقف عن مهاجمة الأسماك الصغيرة في الأصل عندها أزال عالم الأحياء اللوح الزجاجي لكن القرش لم يبادر بالهجوم هذه المرة أيضا فقد أصبح مؤمنا ومقتنعا بوجود الحاجز الخفي بينه وبين الأسماك الصغيرة كثيرونهم من يفقدون الأمل تماما بعد تلقيهم صدمات وفشلهم في عدة مرات كما هو الحال مع سمكة القرش نفضل حينها البقاء مثقلين بهزائم الماضي وبأننا لن ننجح أبدا تبنى في عقولنا حواجز وهمية في حين أنها ربما لم تعد موجودة بعد الآن لا تتوقف عن المحاولة أبدا فالنجاح قد يكون على بعد خطة واحدة منك فقط يومكم سعيدة